أحب بكم متابعين الأفية وكنتمنى تكونوا في تمام الصحة والعافية أحوالكم طيبة ويلقاكم هذا الفيديو وانتم بخير وعلى خير اليوم إن شاء الله وديم فيديو جديد ووصفة جديدة وديم الاقتراحات الرمضانية كيف ما تلاحظوا معي سنتقسم معكم بريوات ساهلين ماهلين كيوجدوا في واحد الوقت له واجيز وكيف العادة بحشوة اللي قمة في الروعة سنحضرهم إن شاء الله بحشوة ديات الصبانيخ والدجاج أكيد والفروماج كيجيوزويني مزاف هكا تنوعوا في المائدة ديالكم كيف معودكم دائما كيف العادة كنرحب للناس لي الله لتحقوا بالقناة وبالناس لي ديجا معي في القناة كنقول لكم مرحبا وألف مرحبا بكم كنتمنى المحتوائين لإعجاب ديالكم ويروقكم كيف العادة ما تمشيوا فيه نخليكم معي بشوفوا الوصفة من الأول حتى الآخر مع جميع المراحل ديالتحضير أكيد المقادير والطريقة وأسرار النجاحة كيف معودكم دائما على بركة الله كنرحب بكم وتابعنا فيها مرة أخرى وقدم داوا الوصفة ديالنا على بركة الله وكأول مرحلة عندنا المقادير اللي غادي نحتاجوا في المرحلة الأولى جوج ديال البصلات كنقطع مكا متوسطين عندنا 600 جرام ديال صدر ديال الجاج ولا الادند اللي عندنا متوفر قبطة ديال الصبانيخ يعني إليزي بيناغ كنخدو مكا كنغسلوهم كاستقطروا مزيان مزيان وكنقطعهم هكا متوسطين كنحيدو فقط العويدة ديالهم وكنخليو فقط الأوراق اللي غادي نخدموه بالنسبة للربيع فكنحتاج هنا كيف ما تلاحظو معيات ثلاثة ديال مع الكبار ديال القسبور ومعدنوز كنقطعهم هكا رقيق وكيكونوا المكوينات الأولية ديالنا على هات الشكل هذا وأول حاجة كنعتذر على هات الإضاءة لأن الجو ما كانش مستعدني لذلك فحاولت أنا ننقادل فيديو ولذلك فوجع على هات الشكل كنعتذر مرة أخرى على بركة الله كناخدو ميقلات كيف ما تلاحظو كنضيف فيها جوج مع الكبار ديال الزبدة إلا كنت عندكم سبيسيال من الأفضل ما كانش عندكم كتستعملوا فقط هكا ديال العولب وإلا كان قاع ما كانش فأنتم كتضيفو زيت نباتية باش هكا غادي نشحروا بسيلة ديالنا حتى كتنزل معنا مزيان مزيان وعد كنتلقاوه باش نكملوا الإضافات الأخرى إذا ما تمشيوا فيهنا خليكم معايا ما كاتلاحظو متابعين الأوفياء بعد ما درنا الزبدة ديالنا حتى دابت ضفنا عليها جوجة البصلات كبار اللي كنقطعوه هكا مكعابات إلا كانت الزبدة ممتو فراش عندكم فقط زيت نباتية كتضيفو 1-4 كاس وكتشحروا البصلات ديالكم مزيان 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 فقط نضيروا النار اللي تكون مهيلا هكا وشدوا واحد الغلاقة ديال الكوكوت ولا طنجرة ولا ديال طاجين اغلقوا على البصلات ديالكم باش هكا كتنزل معاكم وما كتضيفو حتى شي قطرة ديال الماء لأن المكونات اللي غنخدم معاكم إن شاء الله هاد نهار ولا افهد الوصفاء بالدوت ما كنضيف فيها حتى قطرة ديال الماء فقط الإضافات اللي غنضيف معاكم إذا كيف ما غتلاحظو معايا هنا البصلات ديالي بعد ما شحرتها مزيان مزيان وكتولي على هات الشكل هادا غنزيد هكا حتى تهبط معايا واحد شوية لأن نتاك نقلب البصلة وكنشوفو هكا وجد خلها طياب ولا مازال ثاني نقطة ما كنضيفوش نهائية الملح ولا البزار لأننا لضفنا هاد المكونات فهو ما كيتقلونا العملية ديال البصلة أنا هتنزل معنا وكتأخد نوقت اللي هو طويل مزافزاف إذا كيف ما لحتو مبعد ما البصلة ديالي نزلت معايا على هات الشكل هادا كنضيف عليها الدجاج كيف ما كنقول لكم كناخدوه ممكن دوزوه في الهاشوار نطحنوه كيف ممكن نقطعوه فقط ترقيق على هات الشكل هادا النصيحة اللي نقدر نعطيكم السيدات لي ما كتفروش على الهاشوار غديرو هكا صدر ديال الدجاج ديالكم كتحطو هكا في المجميد حتى كي يجمد منزيان مزيان وكتحكو في الحكاكة اللي كنحكو في هكا سواء زبدة ولا الفرماج يعني الحكاكة ديال الحديد كي يخرج غزال بزاف وبحالي راكم تحنينو في الهاشوار هنا كيف ما تلاحظو معايا كندمج دك الدجاج مزيان هنا في هاد المرحلة فأنا كنرفع النار واحد شوية لأن الدجاج خصنا يطيب مشيق صح معانا خصو يبقفتي اذا كيف ما تلاحظو معايا دائما مع التحريك المستمر كنشحرها ككل المكونات اللي عندي مزيان مع بعضياتها وغنضيف لها هنا كيف ما تلاحظو الاضافات في هاد الوصفة عندي جوج ديال الاضافات فقط اللي هما الملح واليبزار بالنسبة للملح فأنا كنضيف فقط واحد المعلاقة اللي كتكون صغيرة وراح ندس 4 معلقة وغنضيف 4 أحد آخر أما بالنسبة لليبزار فكنضيف فقط 4 معلقة لأن يبزار ممكن نضيفه انتم اكثر فبنسبة لي ما كنفضلش هكا اليبزار بززاف بزاف وانتم اضيفو اللي كيستلككم واللي كيناسبكم النقطة اللي غنعطيكم هاد الوصفاء ممكن ديرو في واحد الحكا دية القوزة فهي كتجي غزالة بزاف اذا كيف ما غتلاحظوا معايا بعد ما ضبت هكا اللي بزار والميلح كنضيف هكا ليزيب يناغلين مقطعين هكا من قبل كنضيف كيمية بكمية وانا كندمج هكا المكونات كلهم عبدياتهم اذا ما تمشيوا فين خليكم معايا حتى نضيف المكونات ان شاء الله كاملين ونطلقاوا مع بعض ثم كتلاحظوا متابعين الأوفياء بعد ما ضبت الصاباني خديالي على دفعة على هذا الشكل هذا دائما كنحرق كيمية وكنضيف كيمية حتى كنزلوا معايا ذكا لزيب يناغ ديالي كاملين لانهم انفوا كيوصلهم هكا الطياب فهما كيهبطهم عنها بكل سهولة يعني رأى ساهلين يعني وصفاء اللي زوينة بزاف غزالة لجربتوها هاتنا لإعجاب ديالكم وغتولي معتمدة عندكم صراحة هي وصفاء فيها مكونات شوية مكلفة لكن ان شاء الله غادي نذكر معاكم في كل وصفاء ولا في كل مكونات غنضيفه نعطيكم البديل ديالو هكا باش تحضروها وتقام عليكم وصفاء اللي رخيصة ويجيكم بنينا ان شاء الله كيف ما عودتكم دائما هنا على هذا الشكل هذا مضفنا حتى شيقتر ديال الماء فقط دكتجاج والبصلاء هما كيتلقوها كالما ديالهم كيف ما غتلاحظوا معنا في المرحلة هادي كنضيفوه ثلاثة دلمع الكبار ديال الربيع اللي كيكون عدناها كمقطاع قصبور والمعدنوس او كندمجوه الكل جيدا ثاني مكوين غنضيفوه اللي هو كريمة ديال الطبخي لكنت عندكم متوفرة فاكيد كتضيفوها ما كانتش عندكم اكيد غتصوبو فقط سلسطة ديال سلسطة البشامين يعني سواء ممكن تحضروها منزليا كيف ممكن انكم تشريوها يعني كتبع واجدة بتامن لرخيص بزا بزا هنا غنضيف مئتين ميلي ديال الكريمة وكنخليها كتغليم زيان زيان يعني دكتجاج والصابانيخ والمكوينة الاخرى كلها كتشرب لي هاد الكريمة السائلة حتى كتتتعلق معي مزيان مزيان اذا ما تمشيوا فيه نخليكم معي ما كانتلاحظو متابعين الاوفياء بعد ما ضفنا الكريمة ديال الطبخ ما يعادي الميتين ميلي داروري كنخليها تغلي وتعود معانا باش كتتعقاد وكتتعلق من الحشوة ديالنا السيدات كيف ما كنقولكم دائما كنعطيكم الباديل ديال كلها وصفة ممكن فهذه الوصفة تستعملوا السلسطة البيشامين فهي كتجيغ غزالة بزاف نصف لتر من الحليب جمع القديل الدقيق اكيد مع القديل الزبدة لي بزار الملح و حكا ديال القوزة هنا فرغت الخاليط في اللوبول على هات الشكل هذا كنعتدر على التصوير يعني الاضاءة مكان شواضحة يعني مزيان هنا كيف ما تلاحظو معي كنضيف هذا الجبن هذا يعني كريم تشيز كيدير 15 لدرهم السيدات ممكن تعوضوا هكا بسبعة ديال القطاع ديال كيري فهو كيعطينا مضاق زوين حتى هو وكيعوضنا هاد النوعية هدي باش تحاولوا تصوبوا شي حاجا بتاما اللي رخيص وفي نفس الوقت كيتقام عليكم اقتصادي والبناء حاضرة هنا كندمج لكل جيدا هكا وكنخلي الحشوة ديال واحد شوية ونحكي عليها جوش ديال انواع ديال الفروماج بالنسبة للفروماج الحمر ضروري تضيفو حيث ممكن لش نغير لكم الفروماج ممكن تغيروا الموزاريلا اضيفو هكا الفروماج ديال السوندويتش واحد ربعة حتى الخمسة ديال القطاع وكيف العادة كنرحب بالناس اللي الله تحقوا بالقناة وبالناس اللي ديجا معايا في القناة كنقول لكم مرحبا والف مرحبا بكم كنتمنى المحتوى للقناتين اللي اعجاب ديالكم ويروقكم هكا ولكن عندكم شي اقتراحات هكا نحضرهم معاكم اكيد خليوا ليب تعالي غادي نحضرهم فيديوية قادمة ان شاء الله وان شاء الله غادي نتقاسم معاكم فيديوية جداد رائعين بزا بزا غادي نالوا اعجاب ديالكم ويروقكم كيف ما عودتكم دائما هنا كيف ما غا تلاحظوا معايا اضفت تقريبا ميات جرام ديال الفروماج الحمر فالثامن دياله كيف ما كنقول لكم حداشل درهم دائما كنعطيكم هكا الاتمينة وشحال من جرام يعني النوعية اللي استعملت اضام هنا اخذت تقريبا ميات جرام ديال الموزاريلا هذا ممكن تعوده بالفروماج ديال السوندويتش اربعة حتى الخمسة ديالها كالقطاع تقطعونها كارقاق وكتضيفهم وكتدمجوا المكونات كلها مع بالياتهم زيان زيان باشا كالحشوة ديالكم كتتعلق وكتعطيكم ماداق اللي يغزل بززاف يعني هاد البريوات فهم كيجيون مفرمجين وكيجيون غزلان بززاف كيفما كنقول لكم ثلاثة ديال المكونات او لا اعطيتكم البديل ديالها بحال كريمة عندنا السلسة البشاميل بحال عندنا كريمة تشيز كتعوضه كيفما قلت لكم يا اما جبلي اما حبة ديال الكيري سبعة احتى ثلاثمانية الفرمج الأحمر ضروري ولا بد منه اما الموزاريلا فاحنا كنعوضوها كيفما قلت لكم فرمج ديال السوندويتش هكا ربعة حتى الخمسة ديال القطع وكندمجوا الكل جيدا نضيفه هكا شوية ديال الملحة مع اكيد الرشا ديال بزار وحكاد القوزة ممكن نضيفها كيف ممكن انكم تستغنو عليها كيفما تلاحظو معي فالإضاءة هنا كتبان واضحة بالمقارنة في مني كنت كان طيب هكا معكم الوصفة يعني كنا كنحضرها فالإضاءة ما كانش واضحة مزيان هنا غتبال لكم الحوشوة مزيان فهي كتجي غزالة بزاف النصيحة اللي نقدر نعطيكم ممكن تاخدوا دجاج ديال كموت هالشي وهكا قبل ما تطيبوه يعني يكون على شكل كفتاء ولا يكون هكا مقطع رقيق هكا باش يجيكم زوين بزاف غادي نستمر هكا كنشكل الوحدة ديالي حتى نكمل البريوات كاملين هكا وغا نتلقى مع بعض مني غا نكمل الكمية ديالي إن شاء الله إذا ما سمشي وفين خليكم معايا موسيقى ما كانت لاحظوا متابعين الأوفياء كانستمر بنفس الكيفية كنكمل هكا الوحدة ديالي قنشكلهم على هات الشكل هذا قنقطع أشريطة على حسب الحجم اللي أنا باغي ديال البريوات كل سيدة تشكل البريوات علي حسب الحجم اللي كاتفضل قنديرهم أشريطة على هات الشكل نض recipientsهن بخاليي ديالد تقية كل ما وكيف العادة كنديرهم كميات ديالحشوه كمية ف الاول شوية وهم بعد كمدن نضيفه على هات الشكل هذا وكلفوا الديالنا بكل سهوله فهي كتجيزوين نزاف وكنحاول نفيني مزيان مزيان وكنتبتها هكا الورقة مع بعديتها باش كتشد معنا البريوة وما كتتحلش هكا مني نكونو كنقليب البريوة دياننا اذا غادي نعاود معاكم جلو حادات اخرين يعني بهذا الشكل هادا كنحط اشريطة كندهن بخالة ديال الدقيق والما كيف ما تلاحظوا معايا كنحط هكا الحشوة ديالي كمية اللي كتكون هكا يعني مع القرى هكا منتوسطة وكننلف البريوة ديالي بكل سهولة وكيف العادة كنرحب بالناس لي الله اللي تحقوا بالقناة وبالناس اللي دايجة معارف القناة كنقول لكم مرحبا والف مرحبا بكم كنتمنى المحتويين لإعجاب ديالكم وكيف العادة ما تنسونيش هكا بالبرتاج للقناة في مواقع التواصل الاجتماعي مع الأهل والأصدقاء والمعارف ديالكم وما تنسونيش متعالق والآراء ديالكم الزوينة اللي دائما كتحفزني هكا نعطيكم الجديد والمزيد نعطيكم وصفات سهلة اقتصادية وفي نفس الوقت نعطيكم وصفات للمتناوى يعني شي حاجة اللي زوينة بزاب إذا كيف ما هتلاحظوا غادي نستمر بنفس الكيفية غادي نكمل الواحدة ديالي كاملين مزيان مزيان غادي نستفهم هكا في علبة يعني طريقة الاحتفاظ كناخدها كوحدة العلبة كندير فيها هكا بلاستيكا كنستفل الواحدة ديالي وكندير بلاستيكا أخرى يعني كنحاول هكا نحطهم الشكل اللي كيكون متساوي ويكونوش لاصقين في بعدياتهم يعني خرجت لين هذا الكيمياء اللي حدرس معكم اليوم فهي اعطتنا هاد الكيمياء هادي طريقة ديالي فهي طريقة اللي مهمة وخصتكم تردوب لكم ليها بالنسبة الفورن ما نصحكمش لان هاد الوصفة هدي بالخصوص ما ديروش نهائيا في الفران وكان عاود نكرر لكم يعني هاد البريوات هادو نهائيا ما ديروش الفران لاني لا درتهم الفران يعني ذاك الفرماج اللي ضفنا سواء المتزاريلا ولا الفرماج الحمر ولا الكريمة السائلة غات بدا تغلي معنا بزاف هكا في الفران وغايت ترتقو لكم البريوات لذلك فهد البريوات هادو كنديروهم في الزيت لي كتكون سخونة النار لي كتكون متوسطة والطريقة ديالة الحمار احنا كنت حكمو في اللون ديالهم فانا قليتهم على هات شكل هادا يعني اللون ديالهم خليتو هكا شوية يعني داها بيخفيف كيجوا على هات شكل هادا زينتهم بها الطريقة فهم كيجيوا لذات بزاف ستقوني الوصفة الى جربتوها غات نال لإعجاب ديالكم وغاتبلي معتمدة عندكم اذا متابعنا اوفيا وصفتنا كانت عبارة عن بريوات بالصباني خجاج والفرماج غاية فالروعة ان شاء الله الى حضرتوها غات نال لإعجاب ديالكم كنتمنى الوصفات تكون لإعجاب ديالكم ورقتكم كيف العادة ما تنسوش بارتاج وفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي مع الاهل والأصدقاء وهكا والمعارف ديالكم باش تعم الفائدة اذا متابعنا اوفيا وصفتنا وصلت نهايتها وكيف العادة دومتم في رعاية الله وحفظي الى الملتقى في وصفة قادمة ان شاء الله موسيقى موسيقى